بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع العلم والعمل والدعم والصبر بسم الله الرحمن الرحيم بغتين كالسوافتا بس ترت مصرين جلدو سوريا بيان غلق قول يلم عمل جنة داوت جنة صبر غلو نعم وأخذنا أقسام الصبر الثلاثة على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله جنة صبر دون يشترون جنة بيان غلق قول الله على المسائل الثلاثة الآن دخل الجنة الیخبان ثلاثة قبل الن suppose 3 اللحول قبل أن جنة طلب النوم الى الأخذ أتخاف كل شيء الرحمن سوق الأكبر تقول أن نعم، أنا موحيد ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ كيف يكون موحد مثلك؟ تقول لا أدري؟ لازم تعرف التوحيد؟ حتى تعمل به و تدعو له؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الغبوبية والألوهية والأسماع والصفات هدي توحيد ذอย من Zurichانيا أحاب تهيارة يعنيه توحيد الروبية البماهو خاص amort شخص مع اعباب توحيد الروبية بما اختص به و أنسل الله في مشtive التوحيد القلولInt بمحمن تهي ، لا أعباد الله وتنorts بدأ ابيت الله توحيد الأسماء والصفات في رضي الله سبحانه وتعالى بأسماء والصفات نثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثرة الخلق وننزه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وننفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والمسائلة الثلاثة المسألة الأولى خلاصتها أن لا بد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات النبي صباح يجب أن يفرد الله بالعبادة ان الله لا يرضى أن يشراك معه أحد كان منك نبي أو والي أو جني أو صالح أو ملك آخر Products الله يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يفرد الله بالعبادة ين يجب أن يجب أن يجب أن يكون أنا بسعادة يجب أن يكون فيه من المشركات المسألة الثالثة يجب أن نحقق البراء من الشرك يجب أن نحقق البراء من الشرك وفي القلب اعتقاد وفي اللسان تصرح باللسان يقول وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَعْبَدُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَعْبُدْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وفي الجوارح لا تشارك الكفاة في عياد وإحتفالات في طقوس يقول داني فقد اتساد الناس في التعامل مع الكفار مع المشركين مع اليهود مع النصار مع المجوز إلى طرفين وواسط الناس يتعرض للكفار بالقتل والسبب والشتم واخذ الأموال وقسم يشارك الكفار في عيادهم وإحتفالاتهم في الطقوسهم حتى تظنوا واحد منهم وقسم هو الحق بإذن الله الوسط هذه الحقبة قبل ترتفع لا نتعرض للكفار لا بالقتل ولا بالسبب والشتم وياخدموا بعلاماتهم نعم نعم ها لقد انفعت. لا نتعرض للكفار. لا بالقتل. ولا بالسب. ولا بالشتم. ولا بالأخذ الأموال. هم من في حالاتك. تليфون تليفون حالة تصميم البعض و قمت بعمل البعض و ايضا و قمت بعمل البعض هذا لديك الهاتف الهاتف استخدمي هذا الهاتف لن تفهم لا يقوم بعمل البعض و لا يحسن معهم و لا يقوم بعمل البعض نعم. نتعامل معهم في البيع والشراء. ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. نتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين بعد فيهم. نعم. إذن هذه هي المسائل الثلاثة. نعم. نعم.